عقدت اللجنة الوزرية العليا للحق اجتماعها برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطار بحثي لاستعدادات الخاصة بموسم الحق لهذا العام إلى ذلك كلف مدبولي بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريدة الحق لهذا العام وإعلانها وشهد الاجتماع الإشارة إلى عقد اجتماع تنسيقي مع مسؤولي الوزرات والجهات المعنية وتوافقي على عدم السماح بالحق على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام كما شهد الاجتماع الإشارة إلى الاتفاق على اقتصار الحق هذا العام على حق الفريضة لمن لم يسبق له الحق